ترجمة نانسي قنقر نعود للنقاش عندما تقابل سلمية الحدث بخشونة في التعاطي واستخدام أدوات القمع المتاحة للتشويش عليه تطرح التساؤلات حول التركيبة الأمنية التي تحكم المشهد وتتلاعب بحياة المدنيين وتصبح عندئذ الحقيقة مطلبا غير مشروع في مناطق تلبستها حالة فصائلية تجعل القاتل وبراهين جريمته فوق مستوى الشبهات والمحاسبة في تطورات المشهد في الباب خرجت مظاهرات البارحة تحت اسم يوم الحقيقة للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم بعد الكشف عن هويتهم وتبعيتهم لفصيل الحمزات إذ كان أهالي الباب قد أعطوا مهلة لخمسة عشر يوما للسلطات الحاكمة حتى يتحرك القضاء وتأخذ العدالة مجراها في هذه القضية حشود من قوات الشرطة والأمن العام زحفت إلى مكان المظاهرة وبدأت بتفريقها باستخدام العصي ورشاشات الفلفل الحار والتلويح باستخدام السلاح الثقيل إذا اقتضى الأمر ليتحدث شهود عن وجود عناصر مسلحة ملثمة اعتدت على المتظاهرين وقامت بتفكيك خيمة اعتصامهم وحاولت اعتقال بعضهم يتقلب الشارع في الباب على مرجل قضية اغتيال الناشط أبو غنوم لتعيد لهم شرارة ثورتهم الأولى وإن كان هناك هذه المرة من يقف بالجهة المقابلة هي فصائل حسبت نفسها على الثورة وفتحت الأبواب في هذه المدينة للفلتان الأمني والاغتيالات والأحداث الدامية نناقش هذا الموضوع مع الصحفي بهاء الحلبي وهو موجود معنا هنا في الأستوديو مساء الخير بهاء بداية بدنا نحكي عن سبب هذه الاحتجاجات وبداية القصة تحية طائبة وسيم لك والجميع مشاهدي تلفزيون سوريا غريب ما يحدث في مدينة الباب الاحتجاجات متواصلة منذ فترات طويلة ولكن الاحتجاجات اشتدت وبدأت الوتيرة ترتفع أكثر فأكثر منذ تقريبا أربعين يوما وهو موعد أو تاريخ مقتل الناشط محمد أبو غنوم وزوجته في مدينة الباب بعد مراقبة وبعد عملية أمنية تم التعرف على القتل الذين قاموا بمراقبة محمد أبو غنوم وقتله وهم بعد العملية الأمنية تبين بأنهم تابعين لفرقة الحمزة طبعا الاحتجاجات في مدينة الباب بدأت لمعرفة من قتل محمد أبو غنوم كانت هناك احتجاجات كبيرة امتدت حتى كان هناك تحرك أمني تم تشكيل فريق أمني تم التعرف بعد مراقبة الكاميرات وبعد معرفة التسجيلات ومشاهدتها ونشرها في تلك الفترة تبين بأن فرقة الحمزة وهناك عناصر تابعين وقيادات تابعين لهذه الفرقة قاموا بتوجيه الفريق لقتل محمد أبو غنوم ألقي القبض على مجموعة أمنية في فرقة الحمزة ولكن بعد هذه النقطة هناك مرحلة فارقة أو محطة فارقة في هذه القضية تم طيق القضية ربما بالكتمان لم نشاهد تحقيقات فعلية ولم نشاهد تحركات فعلية ومحاسبة فعلية لهؤلاء الأشخاص الرأي العام مشتعل جدا الاعتصامات مستمرة كانت الاحتجاجات مستمرة وتطالب بحقوق بسيطة محاسبة القتلة وضبط الأمن في مدينة الباب تخيل بأن مدينة الباب شهدت انفلات أمني بعد هذه الحادثة شهدت عمليات خطف وعمليات تعذيب وقتل بعد مقتل النشط محمد أبو غنوم وبعد سلسلة طويلة وبعد احتجاجات كثيرة وكبيرة جدا تطالب بضبط الأمن مطالب أهالي مدينة الباب بضبط أمن مدينة الباب بمحاسبة القتلة المشاركين في قتل النشط محمد أبو غنوم وزوجته ولكن حتى الآن لم تستجيب السلطات المحلية ماذا حدث في الأيام الأخيرة أو في الساعات الأخيرة كان هناك احتجاجات الأهالي أعطوا مهلة للسلطات المحلية كانت في نهاية الشهر الماضي مهلة 15 يوما لمحاسبة الجنال لمحاسبة الأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم وأيضا القاء القبض على الشخصيات الأخرى المتبرطة في حال كان هناك شخصيات أخرى انتهت المهلة في يوم أمس تحرك الشارع بشكل كبير جدا خرج الأهالي مطالبين بمجرى تحقيق فعلي مطالبين بمحاسبة فعلية ولكن ما شهدناه غريب جدا في مدينة الباب بأن قوات الشرطة قامت بتعزيزات لأول مرة تحدث في مدينة الباب وكان هناك فريق يرتدي القناع ربما هي رسالة واضحة لإسكات المتظاهرين وهذا حدث للمرة الأولى في مدينة الباب بهذه الطريقة بأن قوات الشرطة تقوم بإرسال تعزيزات قبل المظاهرة وفي يوم الحقيقة الذين سموه أهالي مدينة الباب لقضية الرأي العام مشتعل لأجلها الصحف وحتى الناس وسائل الإعلام يرون بأنه محق للأهالي ولأبسط الحقوق لضبط الأمن ولمحاسبة من قتل الجنين ومحاسبة من قتل زوجة محمد أبو غنون والناشط حتى كان هناك تواجد أمني كثيف بدأت التظاهرات بشكل سلمي يطالبون بضبط الأمن بدأ هناك نصب للخيمة للاعتصام حتى يكون هناك رد فعلي لأن السلطات المحلية لم ترد على هتافات الأهالي لم ترد على المهلة لم ترد على الحراكات السابقة المشتعلة جدا بدأ قوات من الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين وتم الاعتداء على شخصيات ثورية وتم الاعتداء على شخصيات مهجرة ولها تاريخ من الحراك ومن التهجير ومن الثورية تم الاعتداء عليهم بعد هنا بدأت الاحتجاجات ترتفع وتشتد أكثر حتى تم نصب الخيمة في دوار السنتر هنا بدأت الشرطة بمفاوضات مع الشارع آخر ما تم الوصول إليه هناك مهلة جديدة حتى يوم الجمعة بعد أسبوع ليس غدا بعد أسبوع بعد ثمانية أيام تقريبا بأن الأهالي يتوقف عن الحراك ويعطوا مهلة جديدة للسلطات المحلية حتى يتثنى لهم محاسبة الجنابي قضية محمد أبو غنوم وكان هناك وعود جديدة بأن هذه آخر مهلة فعلا سيتم المحاسبة ولكن لا ندري سيتم تحقيق ذلك أم سيكون الموضوع صراحة تميع للقضية الجديدة لماذا كل هذا التخوف من الاحتجاجات؟ الشرطة ترسل تعزيزات قبل بدأ الاحتجاجات المجلس المحلي للباب يمنع هذه الاحتجاجات بالأصل من قيامها منذ يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء يعني هي ربما تكون رسائل لا تحتجوا سوف نقمع هذه الاحتجاجات لماذا يخافون من الكلمة من الاحتجاجات وهم محقون ويطالبون بمطلب كما ذكرت محاسبة القتلاء واستطباب الأمن سازو سيم هذا ما تحدث به بالغريب هل يعقل بأن مجلس محلي مؤسسة مدنية من المفترض أن تقف مع الأهالي وهي فرصة لها لتقف مع الأهالي وهي فرصة لها لتكون صوت للأهالي أن تكون ضدهم في هذه القضية هذا هو الغريب جدا وهذا الغير مفهوم جدا والغير منطقي جدا بأن مجلس محلي يقوم بالنشر على معرفاته ممنوع التظاهر ممنوع الاحتجاجات في أماكن عامة وفي أماكن قريبة من المجلس المحلي وممنوع التظاهر في هذه النقاط وحصل التظاهر في نقطة ويتم إعلام المجلس المحلي بذلك هذا الموضوع يرى الأهالي بأنه اسلوب قمعي اسلوب غير جيد يتم التعامله مع أهالي تعرضوا لتهجير تعرضوا لقتل تعرضوا لنزوح وخسروا الكثير خسروا بشر خسروا أيضا أملاك كبيرة ليحفظوا على الكرامة التي يطالبون بها المجلس المحلي وقف بوجه هؤلاء الناس لم يكن معهم أبدا وأيضا الشرطة كانت تتجهز هناك معلومات وهناك حديث بأن الشرطة قامت بجلب تعزيزات وكانت من خارج مدينة الباب إلى مدينة الباب وكان هناك حج دائما مدينة الباب يحدث بها تفجير لا يوجد عدد كافي ولكن عندما خرجت المظاهرة المحقة يكون هناك تعزيزات أولية وغير مسبوقة في مدينة الباب لإسكاة المظاهرة فهنا هذه المسألة تعني بأن هناك أفاق كثيرة للقصة لماذا المجلس المحلي والشرطة في مدينة الباب تقف أمام الأهالي في قضية محقة هل هناك أشخاص متبرطين في القضية يريدون الدفاع عنهم؟ هل يريدون إسكاة مدينة الباب وقمعهم حتى تكون رادع لهم للأهالي بأن لا يخرجوا ضد أي فساد ضد أي مطالب معيشية بسيطة ما هو الرد من السلطات الأمنية؟ أو هل هناك تساهل من السلطات الأمنية في محاسبة مجرمي وقتلت الناشط محمد أبو غنوم؟ أم أن الأحداث الأخيرة التي حصلت والاشتباكات التي حصلت بين فرقتين الحمزة وسليمان شاه وانضمام هيئة تحرير الشام لهما ضد الفيلق الثالث هل هذه العوامل أثرت؟ أم أن بالأصل هناك تساهل؟ نحن نريد أن نكون موضوعيين بهذا الأرض طبعا قصة الاقتتال هي ناتجة عن مطالبات السكان لمحاسبة الجنات المسؤولين عن قتل محمد أبو غنوم تم تميع القضية بهذا الاقتتال حدث الاقتتال نتيجة وصول الفيلق الثالث من مقارات فرقة الحمزة وطرده من مدينة الباب إثر مطالبات شعبية هنا تم إغراق القضية وتم تميع القضية لأسابيع طبعا بكل تأكيد بحسب الرؤية العامة والجميع يشاهد بأن هناك تكميم للقصة هناك محاولة لدفن القصة وعدم تحقيق مطالبات الأهالي البسيطة يبدو واضحا هذا الأمر لأن الاقتتال انتهى بين الفصائل المسلحة انتهى الاقتتال وتم تميع قضية محاسبة قتلت محمد أبو غنوم وأيضا بعد المحاولات حاولوا أيضا بالقوة تميع القضية لا أدري لماذا هذا التصرف من السلطات المحلية ومعاملة السكان بهذه الطريقة صراحة يعني الناس خرجوا مرارا بمحاسبة المسؤولين ومحاسبة المسؤولين عن الفساد خرجوا بشكل متكرر لإيقاف شلال الدم في مدينة الباب مدينة الباب تعرضت لحالات قتل جماعية ولحالات قتل فردية أما بالمفخقات أو أما بالعبوات أو الكاتم غير منطقي بعد هذه السنوات لا يوجد أي خطة فعلية حتى الآن لا يوجد خطة فعلية في مدينة الباب لمحاسبة الذين تم القال قوض عليهم ولا خطة فعلية لضبط مدينة الباب مدينة الباب يوم مدينة صغيرة مقارنة بالمحافظات والمناطق الكبيرة هل من المعقول بأن كل هذه الجيوش وبأن كل هذه الأمنيات وبكل هذه الفيالق لا تستطيع ضبط مدينة الباب وإيقاف شلال الدم وعندما عرفت الخلية التي تقوم بقتل الأبرياء في مدينة الباب يتم تميع القضية بهذا الشكل هذا الموضوع غير منطقي وغريب جدا بأن مدينة الباب تتعرض لهذه الحملة الدموية البشعة ومع الأسف لا يوجد تحرك حتى الآن قلت أن الناشطون أعطوا مهلة لثمانية أيام يوم الجمعة ليس غدا ليوم الجمعة بعد القادم ما هي التحركات خلال الأيام الثمانية القادمة الناشطون ماذا يريدون أن يفعلوا لكي لا يحدث معهم كما حدث الآن يعطينا مهلة أربعين يوما أو إلى آخره أيام إضافية أو أيام أقل ولا يحدث شيء ويضطرون إلى الاحتجاجات ومن ثم تقوم الأجهزة الأمنية وسلطة الأمنية بمحاولة قمعهم يعني ما نلاحظه وما تم الحديث عنه بأن الأهالي في مدينة الباب والناشطون يعتبرون بأن هذه المهلة هي الأخيرة ولم يتم منح أي مهلة أخرى سيكون هناك اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب يعني غير معقول بأن يتم تمديد المهل أسبوع بعد أسبوع شهر بعد شهر ويتم نسيان القصة وربما تحاول الجهات المحلية الوصول لهذا الهدف ولا أعتقد بأن الأهالي سيساعدون السلطات المحلية للوصول لهدف نسيان قضية محمد أبو غنوم وزوجته فربما هذه المهلة الأخيرة وهو كان هناك هذه المرة هي وعود جدية من قيادة الشرطة في مدينة الباب قالوا بأن هذه المرة فعلا سيكون هناك محاسبة ولكن التجارب السابقة لا توافق هذه الرؤية ولا توافق هذه التحركات كان هناك بالفعل حديث سنحاسب وسنعمل وسنخطط وكل هذه الأقوال غير فعلية وغير جدية ولم تطبق على أرض الواقع وفي الفترة الأخيرة هل من الممكن أن يكون ملف الباب على طاولة الجيش الوطني خاصة بعد التصريح الأخير للناطق باسم الجيش الوطني هناك سيكون تحرك وهناك حل لأمنيات هناك أيضا خروج لجيش الوطني وسيكون هناك محاسبة لقائد الفصيل هل هذه الخطة القادمة ستطبق على ملف مدينة الباب وهذا ما أريد أن أسأل عنه بإطار مشابه هل علاقة لما يجري بانضمام فرقتين الحمزات وسليمان شه إلى الفيلق الثاني بتأخير محاسبة قتلة محمد أبو غنوم بالطبع هناك المسؤول الأول هو فرقة الحمزة يحاولون التفاف على القرارات والعودة للسابق لدخول الفيلق الثاني ربما ليكونوا مزار قوة من جديد ولكن لا أعتقد الأهالي سيعطوا الموضوع سهولة جدا سيستمرون باعتصاماتهم حتى يصلوا للهدف وفعلا تحقيق العدالة وتحقيق المطالب بشكل جديد بالطبع هناك محاولات من المسؤولين على القتل في مدينة الباب والالتفاف والذهاب لتحالفات جديدة والذهاب لتشكيلات أخرى حتى ربما يتهربوا من محاسبة الفاعلين ولكن لا أعتقد الأهالي في هذه المرة بعد هذا الشلال وبعد هذه الجراءة الكبيرة أن يتسامح وأن يصمتوا عن القتل أشكرك جزيلا الشكر الصحفي بهاء الحلبي شكرا جزيلا لك مؤتمر يجمع منظمات حقوقية ودولية يرسم خارطة الحل السياسي على طاولة صانعي القرار في سوريا ملفنا الآتي من جينيف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك